موسيقى أهلا أحبائنا مشاهدينا من كفر النحوم منواصل حديثنا عن معجزات المسيح اللي حدثت في هذه البلدة في كفر نحوم أنا موجود على شط البحر شط كفر نحوم من البلدة القديمة كفر نحوم هذه المنطقة تابعة لطائفة الفرنسيسكان الكاتوليك شروها من الأطراق حوالي 150 سنة تقريبا وبنوا صور حواليها وبعدين ابتدأوا بالحفريات وابتدأوا بالاكتشافات اكتشفوا مجمع اليهود واكتشفوا أيضا بيت بطرس هذه البحيرة بحيرة جميلة جدا طولها 22 كيلومتر عرضها 12 كيلومتر عمقها أكتر من 40 كيلومتر وبتيجي من مصادر المياه من عند جبل الشيخ الأردن وهكذا مصادر كله بصبت في بحيرة طبارية مما تأتي بالغذاء لأنه معظم صيد السمك كان بيحدث في المنطقة الشمالية لبحيرة طبارية طبارية نسبة إلى طبارية أو طباريوس اللي بناها هيروديوس أنتيباس تكريم له ما زالت البلدة حتى يوم من هذا وبتشوف عدة مناطق حول بحيرة طبارية بتشوف المجدل بلد مريم المجدلية وهذا السهل كله يسمى سهل الجنسار اللي أجد منها بحيرة جنسرات وطبعا تسمى كينور أو كينيرت بحيرة تشبه الآلي الموسيقية وهكذا لها أو بحيرة الجليل لأنها دائرة مدن تسع مدن كان حواليها وأكثر من متين قرية فأيام المسيح كانت مزدحمة جدا ولسيما في هذا المكان الطريق الرئيسي فيا مارس اللي بيربط قديما مصر في الجنوب إلى الشمال بيوصل لسوريا وللعراض هذه المعجزة عجيبة أو غريبة نوعا ما يسوع المسيح كان مع بطرس في كفر نحوم كانوا بيجمعوا نوعين من الضرائب متى مثلا كان جابي الضرائب لحساب الرومان ولكن الكهنة واللاويين في أورشاليم فرضوا برضو كمان ضريبة على أهل كفر نحوم اللي تسمى ضريبة الهيكل اللي هي عبارة عن نصف شاكل وبعدين لما شافوا بطرس سألوه أما يوفي معلمكم الدرهمين الدرهمين يعني هي قيمة المبلغ عن بطرس وعن يسوع طبعا بطرس تسرع بالإجابة لم يعطي مجد للرب أو يدرك كرامة المسيح يعني أعطى لنفسه الإذن أنه يتكلم بالنيابة عن يسوع فعندما جاء إلى يسوع المسيح العالم بكل شيء سأل بطرس ماذا تظن يا سمعان ممن يأخذ ملوك الأرض الجباية أمن بنيهم أم من الأجانب طبعا الجواب كان من الأجانب فقال يسوع فإذن البنون أحرار ولكن استمر قائلا لألا نعثرهم وهون قال شيء كتير كتير مهم لبطرس قال له اذهب إلى البحر وأنا عاوز أتكلم عن معجزتين هنا أولا أحبائي قال له اذهب إلى البحر لم يحدد المكان وين تروح ولم يحدد الزمان أو التوقيت يعني أنه إذا في هذا الوقت إذا في هذا المعاد إذا في هذا البقعة إذا في هذا المكان اذهب إلى البحر الشيء الثاني من المعجزة قال يسوع السمكة التي تطلع أولا يعني كأنه السمكة جاي لعند بطرس السمكة التي تطلع أولا فإذا مش بس لم يحدد المكان أو الوقت ولكن أحبائي النوع حكى المسيح قال يسوع أنه السمكة التي تطلع بتصيدها بتكون بالعة استار يعني عملة معدنية فلسه مش بالعيتها لجوه لسه موجودة يعني بفمها هاي السمكة اللي بتصيدها أول شيء بتطلعها افتحتمها وخد هذا الاستار وادفع عني وعنك السمكة التي تطلع أولا فإذا بالضبط كان المبلغ المحدد المبلغ المطلوب لدفع ضريبة الهيكل اللي هي نصف شاكل هذه معجزة غريبة عجيبة لأنه تظهر عدة نواحي بتورينا أنه المسيح هو الخالق هو خالق المياه يعني خالق كل شيء مكتوب في سبل المياه يعني الخالق في سبل المياه أو سمك البحر السالك في سبل المياه في مزمور تمانية فإذا علمه الكامل في كل شيء بتشوف أيضاً سيادة الكاملة المطلقة بنشوف سلطان المسيح وقدرة المسيح الفائقة ومش بس خالق هو الحافظ والمهيمن واللي بيحرك السمك واللي بيعمل كل شيء بطرس اتسرع أجاب عن يسوع بلى يعني كانه مفروض لكن أحبائي لم يتعلم الدرس أنه الاستماع يعني الإسراع في الاستماع والإبطاء في التكلم لكن من ناحية تانية مش بس بتشوف سلطان المسيح وقدرة المسيح بتشوف عطاء المسيح فهو المنعم الكريم دفع عنه وعن بطرس أيضاً فهو المعطاء على فكرة عدة معجزات حدثت عند هذه البحيرة قريب من هذا المكان أشبع الألاف من خمسة أرغفة وسمكتين يعني زاد السمك وزاد الخبز وأشبع خمسة ألاف رجل معدى النساء والأولاد عدى أنه هدى العواصف ومشي على الماء لكن في معجزتين يعني بيتكلم عنهم الكتاب المعجزة الأولى في لوقة خمسة عندما قال يسوع لبطرس أبعد إلى العنق وألقوا شباككم للصيد أجاب بطرس وقال يا سيد قد تعبنا الليلة كله ولم نصطد شيئاً ولكن على كلمتك ألقي الشبكة وفعلاً صادوا سمك كتير عبوا سفينتين تركوا السفينتين تركوا كل شيء تبع يسوع هو أخوه أندراوس ويحنى ويعقوب فتبعوا يسوع المسيح أما المعجزة الثانية كانت بعد القيامة عندما سبع تلميذ يعني سبعة كانوا مع بطرس أو مع بطرس كانوا سبعة وقال بطرس أنا ذاهب لأتصيد وستة آخرين راحوا معاه وتعبوا كل الليل ولم يصطادوا شيئاً ظهر المسيح وفعلاً صنع معجزة خارقة صادوا 153 سمك كبيرة ولكن الشيء المذهل لما طلعوا من المي المسيح أكل سمك معهم وطعمة تلميذ سمك أيضاً فالسمك صارت علامة في المسيحية في القرن الأول كانت علامة كانت علامة للمسيحيين اللي كانوا بيواجهوا أشد العذابات وأشد الاضطهادات فلاليوم بتشوف على القبور في أماكن عديدة علامة السمكة وهي العلامة كانت تتعبر للمسيحي أنك أنت في أمان أنه بيعرف هذه العلامة ليه السمكة صارت علامة من كتر ما ما شفنا السمك فالسمك يرمز إلى قيامة يسوع المسيح أنه حي والسمك طبعاً اللي أشبع منه الألاف كان بيعطي وبيغدي الناس فهو يعني كان طعام للناس من خلال معجزات المسيح وهي السمكة أصبحت علامة الكلمة اليونانية إخثوس اللي هي عبارة عن خمسة أحرف اللي هي ييسوس أو أيسوس خريستوس ثيوس وطبعاً أيوس سوتيرا اللي هي باختصار يسوع المسيح ابن الله المخلص ولكن الشيء الأجمل أنه هذه السمكة ما زالت علامة حول بحيرة طبرية اليوم في أي مطعم حول بحيرة طبرية الشيء المشهور سمكة بسموها سمكة القديس بوترس سين بيترس فيش فمعظم السياح ومعظم اللي بيجوا على هذه البلاد لابد إنه ياخدوا وجبة سمك في المطعم لأن هاي السمكة بترمز لسمكة بوترس لأنه هي اسمها عندنا سمكة المشط وحيدة بتطلع في هاي البحيرة فقط لما بترفع الزعنف كانه بتشبه العملة بتشبه النقود فمشان هيك سموها سمكة بوترس على أي حال هذه المعجزة عجيبة حدثت في كفر في كفر نحوم اللي بتدل على سلطان المسيح إنه الخالق والقادر والعالم بكل شئ